خمس عشرة مادة يتضمنها قانون انتخابات مجالس المحافظات والأقضية يخرج من أروقة البرلمان بعد التعديل عليه التعديل على القانون الثالث والذي يأتي ضمن عرف سياسي تنتهجه القوى السياسية بعد إجراء كل انتخابات تهيئة لأي تعديلات قبل إقرار قوانين جديدة للانتخابات لكن التعديلات التي حملتها وثيقة قرار رئاسة الجمهورية بناء على ما أقره مجلس النواب وإن فصلت في بعض منها شروط تسجيل الناخبين وعدم انتقالهم من قائمة إلى أخرى إلا بعد نهاية الانتخابات وما يتعلق في نسبة نساء المشاركات في مجالس المحافظات إلى كل ما يخص العملية الانتخابية وتصويت العراقيين من الخارج وفق البطاقة البيومترية جميعها لم يتطرق لها سياسيو البلد أو محللوه بل عادت مخاوف مراقبين من نشوب تظاهرات واحتجاجات رفضا لما قد يلجأ إليه لطار التنسقي بتكرار سيناريو سانت ليغو الذي يخدم القوى السياسية المهيمة على العملية منذ ما بعد 2003 إذ جرت العادة وفق محللين أن التعديلات التي تجرى في كل جولة انتخابية تأتي بما ينسجم مع مصالح الأغلبية الحزبية والسياسية في مجلس النواب للحصول على أغلبية أيضا في الانتخابات اللاحقة انتخابات مجالس المحافظات والأقضي لا تقل أهمية عن الانتخابات البرلمانية لكنها مفتاح الانتشار الحزبي والكتلي وهو ما يعيد تكرار نهج إقصاء ما هم دون القاسم الانتخابي من حيث عدد أرقام التصويت الكبيرة التي ستكون لصالح الكتل الكبيرة طموحات عدة من بينها تعديل مسألة عدد أعضاء البرلمان العراقي وإجراء تعديلات دستورية تضمن الحق الانتخابي لنطاق واسع من العراقيين لم تتحقق بحسب السياسيين ما قد يعيد عاصفة الرفض والاعتراض سيمة من قبل جهات سياسية كتيار الصدري ومرشحين مستقلين قد يهضم حقهم أو كما يقولون ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر